اخوان السلام عليكم اشخباركم اتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة وفي احسن الاحوال كيفما العادة انا اشكر جميع الناس التي تتفاعل مع الفيديوهات بتعاليق وبليلايك وليما مشاركش يدير اشتراك في القناة باش دائما يبقى يتوصل بجديد هات القناة اللي هي قناة الجالية 24 اليوم سنتطرق الواحد الموضوع اللي هو جد مهم بالنسبة الناس اللي باغين يسكنوا في ديار ديال الكموني مثلا الناس اللي باغين ديار الشعبية كين شروط وكين من طبيعة الحال الاسبقية و الاولوية يعني الباندو راه كيد تفتحها الاخوان الباندو كيد تفتح او يعني القانون كيد تفتح كل سنتين او ثلاث سنوات يعني على حساب المنطقة اللي ساكن فيها او على حساب الجهة او الكوموني يعني كما كان عافونا في ايطاليا القوانين راه كتبدل او كتتغير من كوموني الاخر يمكن أن يفتحها على عامين أو أخرى على ثلاث سنين أو الجهة الثانية على أربع سنوات لهذا الأخوان وحاليا القانون مفتوح للباندو 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 فالحالة هذه هو أن تساعد المشكلة للباندو للباندو لك وإن تساعد المشكلة للباندو لكي تساعد المشكلة للباندو يعني يتسنى الباندو حتي يتحل يعني حتي يتفتح ويمشي الكموني شخصيا ويمشي ذي برسونات ما الكموني ويدير الضماندة ويدمعه جميع الشرفيتيكاتي والوراق اللي عنده قديش فسكالي ويدير الدار ودير كل شي ويدهم معاه ويدهم معاه الكموني ويدير الضماندة ما هذه النصيحة للإخوان اللي بغاية السافد يمشي الكموني شخصيا وميديرهاش أولاين والإخوان كيف ما قنعرفوك هما قلت لكم الشروط هي خاصة شروط وتتكون مثلا أولوية للناس اللي غادين يديروا هاد الضماندة هادي من بين الشروط يعني مخصك شكون شاري دار يعني تكون وخي يكون دخل ديالك يعني الدخل ديال قليل وشاري دار كتخلصها مثلا راتي كتخلصها بالكريدي مخصك شكون شاري دار الشرط الآخر مثلا شرط الآخر ضروري أن الليزي ديالك أو رادي تو ديال الدخل السنوي ديالك كل اللي بوستي بباقي ديالك ديال الخلصة الشهرية يكون هابط بزيف وتكون مثلا عندك تكون مثلا محاك مع المصاريف يعني عندك حالة اقتصادية اللي هي صعيبة يعني ما تقدرش تخلص الكرام ما تقدرش تدرس بيزة يعني عندك كيشوفوا الحالة الاقتصادية ديالك وكي يحاولوا أنهم يتشتيوا يقبلوا الضماندة في حالة ما كيفما قلت لكم عندك دخل اللي هو هابط بزيف وعندك عائلة كتصرف عليها وما تقدرش مثلا تخلص الكرام ما تحاول أنك تدير هالضماندة هذي والشرط الثالث يعني لا قدر الله ولا يسترقى الإخوان مثلا شي عائلة عندهم شي والد من دوي الاحتياجات الخاصة فهذه الحالة هذي فيش تدير الضماندة رهم كي قبلوا الإخوان تسعين في المياه هالضماندة ولكن دائما خاص خاص دخل ديالك السنوي يعني المدخول أو الكود أو ليزة ديالك يكون هابط بزيف شرط آخر ضروري أو حالة أخرى ضروري يعني إلا كانت مثلا شي مرأة مطلقة بالنسبة للمرأة المطلقة تعيش مثلا هي أوليداتها وهذه الأوليدات هي التي تصرف عليهم يعني أسوه وكاريكو ربما حقها تدير الضماندة أعفوا وتستافت حتى هي من دار ديال كوموني كي طلبوا من عندها الوثائق مثلا ديالها وديال الدراري وفي ساكنة يعني إلا كانت ساكنة بكونتراتو ديال 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 ساكنة بكونتراتو ديال ديال لفيت والاشعاجة كي تدير معها هذا الوثائق هذا كما قلت لكم من الأحسن تمشي الكموني يعني أحسن أولا إن شاء الله كي قبلوا الضماندة بالنسبة للشرط الآخر أو الحالة الأخرى مثلا إلا كانت تدار فيها الموفة مثلا تدار فيها الموفة وعندك دراري يعني الغمولية وعندك دراري بالأخص المنازل اللي هما كيكونوا في البريمو بيانو أو البيانو التارة يعني في السفلي كتكون فيهم الموفة وكتكونش تدخلهم الشمس مثلا أو مع فيهاش أسراجم أو شي حاجة في هذه الحالة هذه دراري مثلا كيكونوا مراد بالحساسية أو شي حاجة كتمشي الطبيب ديال الأسرة ديالك ديال العائلة ديالك وكتجيب واحد تشير فتيكاتي مثلا ديال بأنهم راهم مراد بالحساسية أو ما يقدروش يبقى وعيشين في هذيك الدار فالحالة هذه كتدي هذي تشير فتيكاتي وكتدي معك ليزيد دخل السنوي ديالك المطابعة حتى هو خاص يكون قليل يعني ما يمكن لك تسكن تم في هذيك الدار أو لا يعني عندك إيزي عندك دخل سنوي قليل بوستة باقي قليل لما تتاخل شهر يمزيان ما يمكن لك تمشي تقلب مثلا على دار أخرى وتسكن فيها لأن الكرة غالي فالحالة هذه كتمشي تدير الدماندة كتصور حتى الدار الغمولية وكل شيء يعني كتوري كتبشي الكوموني كتبشي معك تساور كتبشي حتى اللازل كتبشي معك تساور واللازل في هذه الحالة هذه إلا ديت تساور بلتين يمشوفوا أنا في ساكن وعندي دراري وما خدامش مزيان عندي مرأة عندي كذا عندي هذه يعني مصاريف اللازل كي يخرج ويشوف ويحتيهما كي يصوروا كي يخرج ويشوف الدار بأن رفيها الغمولية كي يخرجوا يصوروا كي يعطيكوا تهما واحد الميلف لكتقدمه الكوموني باش تستافد من هذا الدار هذه مؤخرا الإخوان ولينا كنشوفوا أنا الكوموني إلا بيتي تستافد من هالديار دي الكوموني ولو كي طلبون عندك أنك جيب واحد شهادة الملكية من المغرب يعني في حالة ما إلا طلبون أنك أنك جيب شهادة الملكية من المغرب وخها إيزي ديالك مثلا ناقص بززاف الدخل ديالك ناقص بزاف وخها عندك عائلة وعندك الغمولة في الدار وقع كامل هات الشورط هادو إلا مثلا جتي هاد الشهادة شهادة الملكية من المغرب بأن رأي عندك بيت بأن هذه الشهادة كتبين بل رأي عندك شي ملك في المغرب عندك مثلا دار واللي عندك عمارة ولا مثلا رأي بزاف ديال الإخوان عندهم وكي يجيبو هذا الشهادات هادو الشهادة الملكية في حالة ميلجتي أو عندك شيئا في المغرب براهم كيرفضوا ليك الإخوان يعني الرفض قليل لكي يشري مثلا هذه الشهادة كيمشي يخلص في المغرب وخير عنده شيئا كيمشي يخرجها بفلوس وكيجيبها هنا يعني بزاف ذي الإخوان ديرينا كيجيبها هنا شهادة الملكية ما عنده حتى حاجة في المغرب كيجي كيدفع كيجيبها زير وما فيها حاجة كيدفع وكيستفد من دار ولكن كيفما قلتكم والإخوان ضروري يعني الدخل السنوي ديالك أو إيزي اللي كيطلبو يكون قليل بزاف وما عندكش مدخور الإخوان ما قالي إلا نودعكم كان هذا كل ما كيخص عن شروط يعني الاستفادة من ديار ديالكموني ونشوفو إن شاء الله فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة